شو بيعني المال بالنسبة لإلك؟ هل بتعتقد إنه ضعف دخلك المادة أو الفقر أو الديون اللي عم بتعيشوا مشكلة؟ فأنت غلطان خليك مرحبا وأهلا وسهلا بكل متابعي برنامج خليك بوزيتف أنا باتريسيا ورح كن معكم بفيديو جديد رح يحكي فيه عن كتاب للمؤلف تي هارف إيكر بعنوان أسرار عقل المليونير وهيدا الكتاب كتير قريب لكتاب الأب الغني والأب الفقير لروبرت كيوساكي لا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب ليوصل هيدا المحتوى لأكبر شريحة ممكن تستفيد من هيدا الموضوع خليك بوزيتف هارف إيكر بدأ بكتابه بجملة معروفة وقال إنه كل شي بيبدأ بفكرة واليوم رح نحكي عن هيدا الموضوع بشكل جديد وهارف عطى منظور جديد مش بس عن المال كمان عن الحياة وقال هل بتعتقد إنه ضعف دخلك المادة مشكلة؟ هل دخلك القليل أو الفقر اللي عم بتعيشه أو الديون والالتزامات هي المشكلة؟ وبيقول إذا كنت عم تتخيل هيك فأنت غلطان وعم بتضيع وقت كتير لأنك عم بتحاول تحل النتيجة ومش المشكلة شو معنى هيدا الحكي؟ بيقول هارف إيكر الدخل لضعيف هو نتيجة ومش مشكلة أنت عندك مشكلة نتيجتها هو يدخلك لضعيف عندك مشكلة نتيجتها الفقر والالتزامات الكتيرة أو الديون وهيدا هو معنى دقة المنظور الفكري بيقلك أكبر غلط إنك تركز على دخلك لضعيف أو على الالتزامات لأنه مش هي المشكلة المشكلة اللي لازم تحلها موجودة فيك أنت واللي بسببها بيكون دخلك ضعيف وحالتك المادية منى مليحة ولا مش بس المال حتى صحة جسمك هي نتيجة ومنى مشكلة لأنه الأمراض عبارة عن نتيجة لمشكلة ممكن يكون غذائك السيء هو المشكلة لخلاك تمرض ممكن يكون عدم ممارسة الرياضة أو قلة النوم هي السبب بالمرض وكمان علاقاتك الشخصية إذا كانت قليلة ومتوترة ودايماً بتخسر الناس اللي حولك فهي دي ملنى مشكلة هي دي نتيجة للمشكلة اللي أنت عم بتعاني منها حتى الأموال وحالتك المادية اللي عم بتعيشها اليوم واللي عشتها من قبل هي نتيجة لمشكلة موجودة فيك بيقلك المشاكل هي بعقلك لهيك حكي هارف إيكر عن الفكر وبيقول حالتك المادية اللي أنت عايشها هي بسبب الأفكار اللي موجودة بعقلك عن المال وإذا ما غيرت أفكارك ما رح تقدر تغير وضعك المادية مش بس كرميل تصير غني لا حتى ما رح تقدر تحسن وضعك المادية أبداً وفي مثل بيقول مادام تفكيرك ما بيتغير وسلوكياتك وعاداتك ما بتتغير رح تستمر تحصل على نفس النتائج دائماً وأبداً وبيقول هارف إيكر أنه أفكارك وسلوكياتك وتعاملك مع المال موروث من عقلتك ومحيطك اللي نشأت فيه وهيدا الحكي معني أنه الفقر تعلمته من محيطك ومن المكان اللي نشأت فيه متوسطي الدخل اتعلموا حياتهم من عوائلهم ومن المحيط اللي عاشوا فيه نحنا لما نقعد نحكي مع أهلنا منحكي عن كيف الناس بتصرف فلوسها وكيف فلان صرف هيك واشترا هيك وفلان اشترت هيدا الشي وصرف على هيك شي ما منحكي عن كيف فلان عارف يحصل على فرصة استثمارية منيحة أو فلان استثمرت أموالها بمشروع وبمحل أو إنه فلان كيف قدر يقس الشركة هيدا النوع من الكلام منه موجود بحديثنا أغلب كلامنا كان عن الاستهلاك وبس كيف ندفع، كيف نصرف وكيف نشتري وانتهى الموضوع وكرمال هيك ما كان فيه بعقلنا فكرة الاستثمار ممكن تكون الفكرة مرة مرور الكرام بس ما كانت هدف أو خطة إذن، كلام روبرت كيوساكي صحيح وكلام هارف إيكر كمان صحيح وما غلطه لما قاله إنه أفكارنا عن المال ورثت لنا وحتى عاداتنا وطريقة تعاملنا مع المال كمان ورثت لنا يعني، لما تعود يشوف أهله بيصرفوا بالمصاري هو كمان رح يصرف ولم تعود يشوف أهله يستثمروا بالأموال هو كمان بيصير يستثمر طيب، خلينا نركز على إنك ورثت هيدا الموضوع من عائلتك ومن محيطك بيقول هارف إيكر في ثلاث إشياء بتأثر عليك وبتخليك تورث هيدا الفكر أول شي، هو التلقين الشفهي أو الإحاء الخارجي عن طريقة الكلام يعني، إذا كنت دايماً بتخطلط وبتقعد مع ناس بتقول إنه المال وسيلة ومنها غاية، المال بيفرق الناس وبيفرق العوائل المال للجشعين والطماعين، المال للبخلاء إلى آخره كل هيدا الحكي إذا سمعته كتير من الناس اللي حولك رح يكون موجود بعقلك وبيقول لك كمان إنه حياتك اللي عم بتعيشها اليوم هي بسبب الأفكار اللي ترسخت بعقلك وإنت منك منتبه إلها أصلاً لكن هيدا الأفكار أكيد رح تنعكس على أفعالك الخارجية وعلى حياتك وهيدا الكلام صحيح لأنه التأثير الشفهي قوي لدرجة ما بتتصورها هيدا من ناحية الأفكار راجع هيدا الأفكار وشوف شو هي الإشي اللي ممكن فعلاً اتحسن من وضعك المادة واحتفظ فيها وحاول تحظف الأفكار السلبية اللي خلتك تكون شخص يصرف الفلوس بس وما يركز عليها أو حتى يحاول يطورها لكن من ناحية العادات هارف إي كار إيل إنه التأليد هو الشي التاني اللي بيأثر على الشخص ويخليه يورث الأفكار اللي بتخص المال كتير ناس بقلدوا أهليهم بقلدوا الأم الأب العم أو الخال كلنا بنقلد يعني إذا كان الأب بيستثمر دائماً في العقارات أنت كمان رح تستثمر فيها أو بشي يشبهها إذا كانت بتقلد شخص قريب منك أبوك أو جيرانك أو واحد من أقربائك وكان هيدا الشخص أثري رح تصير أنت أثري وإذا كان الشخص اللي عم بتقلده فقير أو متوسط الحال وبيفشل كتير بمشاريعه أنت كمان رح تفشل بمشاريعك وهيدا صحيح بس منه تعميم على كل الناس طبعاً لكن هيدا الشي موجود فعلاً بالحياة مثلاً في ناس أهلها دائماً بتصرف الأموال بيشتروا وبيسافروا وكل يوم بمطعم لما بيكبر الإبن إذا كان بقلد أهله بيصير هو كمان بيصرف كتير وبيشتري وبيسافر ويبذر الأموال وبتصير تتشكل بداخل الشخص قيم ومبادئ عن أنه الإنفاق شي أساسي بالحياة وما ممكن يتخلى عنها الواقع هو أكبر دليل وهو اللي بيخليك تعرف أنت صح ولا غلط وشوف واقع الحال شو بيقول لأنه وضعك هو إنعكاس لأفكارك وسلوكيتك ولا تنسوا أهمية وقوة العادات وتأثيرها على الوضع المالي لكل شخص يعني إذا كانت متعودة على صرف الأموال فطبعاً رح تضل تصرف أموالك وتطيرها هون وهون وبهيذ الخصوص بيحكينا هارف إيكر عن زوجته بيقول إنها متعودة تصرف الأموال دايماً وباستمرار إذا عتيتها مية دولار رح تصرفها على طول أي مبلغ بيوصل لإيدها رح تصرفه على طول بيقول هارف زوجتي منا طبيعية ودائماً بندخل بمشاكل مع بعض من وراء موضوع صرف الأموال والسبب إنه أفكارها وسلوكياتها عن المال مختلف كتير عن أفكاري وسلوكياتي وصلنا للنقطة التالية اللي حكي عنها هارف إيكر اللي خلتنا نورث الأفكار وسلوكيات عن المال بيقول هارف هيد النقطة هي الأحداث الخاصة الأحداث اللي بتصير بحياتك بتكون عالقة بزهنك ومرات بيكون لها أثر عاطفة وهون حكي قصة مؤثرة كتير صارت مع ممرضة بيقول هيد الممرضة لما كان عمرها 11 سنة صار قدام عينها موقف بين أمها وأبوها بالمطعم اختلفوا على موضوع المال واشتد الخلاف إلى درجة إنه هيد الجدال الحاد أثر على قلب أبوها وحاولوا ينقذوه لكن مع الأسف الأب بتوفى وهيدا الموقف أثر كتير بنفسية الممرضة وربطت خسارة أبوها بسبب المال وصارت أي فلوس تجيها تصرفها وهيدا معناه إنه ثقافة الصرف والاستهلاك والشراء موجودة بداخل كل شخص ومترسخة بعقله لكن بعد ما عرفت الممرضة مشكلتها الحقيقية والحدث اللي خلاها تصرف الأموال بشكل عشوائي غيرت أفكارها وطريقة تعاملها مع الأموال وأنت كمان يا عزيز المتابع ممكن تكون مرات بمواقف صعبة بحياتك تركت أثر فيك طبعاً منه شيء أكيد بس احتمال يكون صار بحياتك موقف أو حدث شكل بداخلك منظورات فكرية عن المال هيدا المنظورات خلتك تشوف المال بالشكل اللي أنت شايفه اليوم حاول تسأل حالك هل أفكارك اللي موجودة بعقلك عن المال عم بتساعدك على إنك تحصل على المال؟ ولا هي أفكار عم بتخليك تتخلص من المال؟ واسأل حالك من وين إجتك هيدا الأفكار؟ هل هي أفكار أنت متبنيها؟ ولكن في مواقف أثرت فيك أو إنك ورثت هيدا الشيء من أهلك ومحيطك التعامل مع المال فكرة وسلوك وعادات موجودة بالعقل بنعملها بشكل لا إرادي لكن اللي بده يطور حاله وإمكانيته لازم يغير أفكاره السلبية عن المال ويحاول يحاربها ويتخلص منها هارف إيكر بيقول عقلك رح يقنعك إنه اللي أنت عم تعمله صحيح وهيدا طبعا بيكون حسب أفكارك إذا كانت أفكارك محدودة ومتعود دائما تصرف المصاري فبهيد الحالة أي مبلغ بتحصل عليه فورا رح تفكر كيف تصرفه الأفكار اللي أنت ورثتها بتكون مثل الملفات المعلوماتية بيقول هارف إيكر بعقل كل شخص فيه ملفات معرفية معلومات عن الأكل، عن الرياضة وعن العلاقات الإنسانية وكمان معلومات عن المال بيقول لما يجيك أموال وبدك تتعامل معها بتروح لعقلك وبتسحب ملف المعلومات اللي بعقلك وهيدا بتكون الأفكار اللي رح تستخدمها بالتعامل مع المال اللي موجود معك لو كانت معلوماتك ضعيفة ممكن تخسر هيدا الأموال لكن لو كانت معلوماتك قوية ومنحة ممكن تقدر تصنع ثروة من هيدا الأموال يعني الفقراء لما يجيها ورث بالملايين أو يربح ورقت يا نصيب رح تتغير حالتهم المادية ويصيروا أغنياء لكن بعد فترة بيرجعوا وبصيروا فقراء مرة تانية لأنه ما عندهم معلومات مالية لكن الوضع مختلف مع الأغنياء رح أعطيكم مثال على روبرت كيوساكي ودونالد ترامب ممكن هيدا يجي يوم ويخسروا أموالهم تماما وبعد فترة بيرجعوا وبصيروا أغنى من قبل لا لأنه ما فقدوا الملفات المالية الموجودة بعقولهم معلوماتهم المالية مخزون بذاكرتهم بيقلك هارف إيكر المليونير بيخسر أمواله ولكن ما بيخسر معلوماته عن المال كرمل هيك حاول تطور معلوماتك عن المال أقرأ أكتر عن المال عدل معلوماتك الخاطئة الثراء صعب كتير ومنه سهل سهل كتير أنك تكون فقير أو متوسط الحال لكن صعب كتير أنك تكون ثري لأنه هيدا شيء بده علم وتطوير وتعب وجهد بيحتاج بناء شخصية وبناء علاقات بيحتاج تجارب وأخطاء وخبرة وبيحتاج كمان وقت طويل من العمل الوصول للثراء بده اندباط والتزام وبده كسر للعادات لهيك الأثرية قليلين روبيرت كيوساكي بيقول ما أنك محتاج تكون ذكي ماديا حتى تحصل على الراتب بنهاية الشهر بيكفي أنك تشتغل 8 ساعات باليوم لمدة شهر وتحصل على الراتب لكن الثري حتى يحصل على الأموال بيكون موضوعه أصعب خلي بيبالك أن وضعك المادة اللي أنت عم بتعيشه هو بسبب أفكارك وعاداتك أفكار لازم تنميها وتطورها وعادات لازم تغيرها وتكسرها إذا ما غيرت أفكارك وعاداتك ما رح تقدر تغير وضعك المادة ولا حتى رح تقدر تحسنه ولا رح تقدر تصير ثري أبدا الأفكار لها إنعكاس كتير كبير على الواقع عزيز المتابع إذا قررت بداخلك أنك تكون غني لازم تغير أفكارك عن المال فيه فرق كتير كبير وجوهرة بين العقل الثري والعقل الفقر هارف إيكر بيقول الأفكار بتولد المشاعر والمشاعر بتولد الأفعال والأفعال بتعطيك النتائج إذن النتائج اللي أنت عايشها اليوم من دخل ضعيف والتزامات كتيرة أو فقر أو معاناة بحالتك المادية بتكون بسبب أفعال وعادات وسلوكيات متشكلة بداخلك بيكون مصدرها مشاعر بدأت بالأصل من أفكارك خليك بوزيتب خليك بوزيتب بوزيتب هيدا كان الجزء الأول من كتاب أسرار عقل المليونير للمؤلف تي هارف إيكر بتمنى لكون عم بقدر أوصل الفكرة أو الغية وتكونوا عم تستفيدوا وإذا عجبكن الفيديو لا تبخلوا علينا باللايك والسبسكرايب والشير لا يوصل لأكبر شريحة شكراً لحسن الاستماع وإلى اللقاء خليك بوزيتب ستيب بوزيتب مع فاتريسيا على أمن ريجو إراق أمن ريجو إراق بوزيتب